السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم طاهر الزير هذا الفيديو هلأ بصوره بـ 19.9.2020 رح نزلو 19.9.2021 هذا الفيديو عبارة هو عن برنامج إن شاء الله رح مشي عليه نزلو بعد سنة من الآن طبعا البرنامج اللي بيحطوه إذا الله خلانا مني الطيبين ووفقني ويسرني إلى ما يحبوه ويرضاه وظليت عيش إن شاء الله رح طبقه وما صار علي أي مشاكل بوجهه ما محسوبة حسب تأثير الله طبعا حسب ما حدي بيعلم بالغيب غير رب العالمين بس إن شاء الله رح اجتهد على نفسي أكثر وأكثر إن شاء الله خلال هذا السنة أشرح ساوي رح اشتغل على جيتيوب كتير يعني إن شاء الله من هون لسنة تجي يعني بتخيل لي إن شاء الله يجيني مئة ألف متابع هلأ أنا حاليا عندي 3466 3466 مشترك في القناة إن شاء الله من هون لسنة تجيه يصير عندي مئة ألف متابع نتأمن من الله تعالى إنه يعني يساعدني على العمل والاجتهاد أكثر وأكثر بقى ما بعرف أنا إن شاء الله كمان على الشاحنة بيكون أنا أخدت خبرة experience على الشاحنة وبدأت الشغل على الشاحنة ويكون أنا كمان بدأت صار عندك customer تبع driving instructor مدرب سواقة بلشت تدرب الناس فتحت driving school وصارت تدرب الناس وإن شاء الله بيكون أنا جمعت حق بيت واشتريت بيت يا أما هنا في بريطانيا في غلاسكو يا أما في تركيا إن شاء الله خلال هذه السنة لأن إنتوا رح يشتغل بقوي إن شاء الله بس إيكي هلأ رح سكر هذا الفيديو وصور فيديو ثاني هلأ ومنزله بعد خمس سنوات بعد خمس سنوات ما بعرف شو رح يصير معي بعد خمس سنوات بجوز هلأ أنا سكر موت ما تعرف الأعمار بيد الله المؤمن لازم يحط مخطط ما لازم يظل يشتغل بالأمانة أنا ما رح أنا ضل أتمنى أنه يكون أنا مليونير ما رح ضل أتمنى أنه أنا يكون عند بيد ما رح ضل أتمنى أنه أنا يكون من حفظ القرآن لازم أعمل لازم اجتهد لازم أسعى لحفظ كتاب الله لازم أسعى للشغل لحتى أنا أجيب مصاري مو بس تمني بتمني أكون دكتور أشو أتمنى لا اجتهد باجتهد وإن شاء الله الله بيأسر لي وبيبقى دكتور طبعا أنا مو هذا أحلمي أنا بدك ببقى دكتور لا بس النوع بحكي مثال يعني أنه واحد يتمنى يكون طيار ويقعد في البيت لا بدك تجتهد على نفسك تشتغل على نفسك حتى تبقى طيار وبعدين تسأل الله تعالى التيسير تسأل الله تعالى التيسير أما تقعد في الفرشة وتتمنى ما يمشي الحال وأنا هذا رح أساوي رح أطلع أشتغل واجتهد أكثر وأعمل أكثر وإن شاء الله الله بيأسر لي ونسأل الله تعالى أنه يسر يعني يوفقني ويأسر لي إلى ما يحبه ويرضاه ويبعدنا عن الحرام ويتخنى في الحلال يعني بأي شكل من الأشكال يعني أي شغل أنا بيشتغله إن شاء الله يكون حلال مي بالمي المهم بس هيك ماذا يطول عليكم بهذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته